قالتها الولايات المتحدة تلميحاً على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتين ديمزي حدود جديدة في المنطقة على واقع الإرهاب فالحملة الدولية لمكافحة الإرهاب حسب ديمزي لا تهدف بالضرورة إلى استعادة الحدود العراقية السورية كما هي وقبلها جهرت فرنسا بأن البلدين يتجهان إلى التقسيم الفعلي الجنرال الأمريكي استبعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وبنظرة أكثر تفاؤلاً قال إن الهزيمة إذا ما ألحقت بداعش فهي لن تدوم مرجحاً عودة جماعة أخرى باسم آخر بعد نحو عامين وإدارة أوباما تواضب على محاولة تثبيت كيانات عراقية ثلاثة في المشهد الدولي أكراد كردستان العراق والعشائر السنية والحشد الشعبي حرب نفسية على شكل سيناريوهات محتملة لما يمكن أن تكون عليه المنطقة بعد انتهاء الحرب إذا انتهت حرب وإن لم تكن جديدة إلا أنها تكرس فرضيات يبدو التقسيم أكثرها واقعية والواقع أن ما يحكى عن مثل هذا التقسيم موجود بحكم المكونات الطائفية والمذهبية في كلا البلدين وكل ما يتم تسويق له اليوم هو إعلانه رسمياً ففي الحديث عن أقسام العراق يقدم الدليل على أن الجنوب العراقي الشيعي والشمال سني وكردي وعلى الجانب السوري يسمع عن تجمعات علوية وأخرى سنية وثالثة درزية ورابعة مسيحية وبين العراق وسوريا وعلى مساحة تنتد ضمن حدود الدولتين يسوق لمنطقة سنية المهمة هي في تكريس تهديد تنظيم الدولة فيها تحقيق هذه الفكرة على مستوى أوسع يبدأ من العراق من تلك المنصة التي تبدو أكثر جاهزية وملائمة الواضح أن الحرب في المنطقة التي يقودها الغرب مستعيناً بأدوات محلية وإقليمية تضعنا في قلب مرحلة تقاسم إن لم يكن تقسيماً جديداً مرحلة تدرجت من النكراني وانتقلت إلى التمرير ومع التلميح الأمريكي سلكت طريق المجاهرة ترجمة نانسي قنقر